موسيقى مشاهدين اهلا بكم انعقد بالرباط اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الاسعار وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع عن الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة ستمكن من عودة اسعار الخضر إلى مستوها العادي والمعقول خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة هذا واكد وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور ان الحكومة تستشعر وضعية المواطن مؤكدا تعبئة كل الجهات المعنية للتدخل بكل صرامة في مواجهة كل من يحاول التلاعب بالاسعار والحد من التصرفات غير المقبولة هذا وتكثف اللجنان الاقليمية المختلطة دورياتها من اجل مراقبة الجودة والاسعار ووضعية التموين بالاسواق الاسبوعية ومختلف نقاط البيع لضمان تموين كاف على صعيد جميع نقاط البيع والتوزيع بالمملكة للحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا في ضيف الصباح الدكتور بدر الزاهر الأزرق الباحث في قانون الاعمال والاقتصاد دكتور مرحبا بك سعيد باستقبالك معنا مرحبا أستاذ بدر صباح النور دان دكتور في البداية ما هي الأسباب التي تجعل الأسعار ترتفع يعني أسعار بعض المواد خصوصا بعض المواد مثلا الخضار أو اللحوم أو غيرها ترتفع وفي وقت معين هي عموما هناك محددين أو عاملين أساسيين العامل الأول هو كما سبقنا تحدثنا عنه عدة مرات هو عامل خارجي وعامل مستورد حين نتحدث عن ارتفاع أسعار المحروقات بالنسبة لبلدين يستوردوا أكثر من 99% من استهلاكه من المحروقات والطاقة من الخارج فهذا يعني أن كل الصناعات والفلاحات المرتبطة أو التي يدخل فيها أنصر الطاقة أو الغاز أو المحروقات فهي أيضا ستشهد ارتفاعا طفيفا في أسعارها وأيضا نحن نعلم أن أيضا حتى الخضروات يدخل في تكلفتها أو في حساب تكلفتها حساب النقل وما يدور في فلكه ولكن هذا ليس هو المحدد الرئيسي والأساسي في رأيه اليوم حين نجد أن هناك خضروات تنتج في المغرب وتسوق في المغرب ونرى أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعارها هناك بعض المبررات منهم تحدث على أن ظروف مناخية هي التي أسهمت في هذا الارتفاع والالتهاب في الأسعار ولكن لنكن صريحين وواضحين مع أنفسنا أن هناك مجموعة من الممارسات الغير مقبولة سواء في أسواق الجملة سواء خارج أسواق الجملة في سلاسل التسويق من مضاربات من احتكار يجب أن يتم التصدي لها بشكل صارم وأظن أن هذا هو الأمر الذي خرجت به اللجنة الوزارية أو البيوزارية اليوم هي أنها سوف تتصدي لكل الممارسات وسوف تجد حلولا لمجموعة من الإشكالات المرتبطة بسلاسل التسويق وبالأسعار وبالأثمنة حتى تظل عند المستويات المقبولة لدى المواطن المغربي وعند مستوى قدرة الشرائية الآنية طيب دكتورة لكي نفهم أكثر لماذا ينتج إشكال في توريد منتج من المنتجات غالبا ما يكون منتجا أو منتوجا أساسيا ويرتبط فترة من الفترات يعني مثلا نشهد أزمة الطماطم أزمة اللحوم في السابق الحليب لماذا هذا الأمر؟ للأسف كما قلت هناك مجموعة من الممارسات في مقدمتها المضاربات المضاربات هناك من يبيع مثلا غلى أو محصول ما وهو لازل في الحقل أو في الحقول وبالتالي تتم المضاربات قبل أن يصل هذا المنتوج إلى سوق الجملة وبالتالي تتم المضاربات وهذا المنتوج لم يقطف بعد وترتفع أسعاره بشكل جنوني وغير مبرر ثم تأتي المرحلة الثانية هي مرحلة أسواق الجملة أسواق الجملة هناك مجموعة من الأشياء أو مجموعة من المحددات التي أيضا تسهم في ارتفاع التكلفة منها بعد الممارسات الرعية داخل أسواق الجملة سبق وانتحدثنا مثلا عن مربعات داخل أسواق الجملة يفرد على الفلاحين أن يضعوا مثلا منتجاتهم الفلاحية فيها قبل أن توجه للتسويق بعد ذلك خارج أسواق الجملة وهو ما يرفع التكلفة لأن المرور بهذه المربعات يعني تكلفة زائدة وهي ترفع من تكلفة كذلك هذه المنتجات الفلاحية ثم تكون مضاربات حتى في اقتراب هذا الوصول إلى مستلك النهائي إذن سلسلة التسويق كلها بالإضافة إلى الاحتكار بالإضافة إلى الاحتكار هناك من يحتكر مواد هناك من يحتكر خاصة مع اقتراب شهر رمضان هناك توجه هناك عدد من الموزعين الكبر إلى التقليل من الموجود في السوق إلى حين بلوغ شهر رمضان ثم تزويد السوق بما يحتاج إليه ولكن وفق أسعار متوفق عليها أيضا سيكون هناك تواطئات على مستوى الأسعار بين كبر موزعين المواد والمنتجات إذن كل هذه الممارسات اليوم بالإضافة لأن هناك زيادة اليوم مرتبطة بالتدخم ولكن هناك زيادات مرتبطة أيضا بالمضاربات وبعض الممارسات الريعية وبعض الممارسات الاحتكارية وأظن أن هذا الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة لأن رأينا طيلة السنة الماضية كان هناك حديث عن ضرورة تدخل الحكومة على هذا المستوى شيء جيد أن نرى أن الحكومة قد حافظت على صندوق المقاصة حافظت على دعم الغاز حافظت على دعم الكرباء والماء حافظت على دعم الوقود الموجه للمهنيين رافعت من الرسوم على والدات القمح والحبوب في فترة من الفترات حين كان الجفاف يضرب الفلاحة المغربية ولكن لم تكن نفس الإرادة ونفس التوجهات على مستوى محاربة كل هذه الممارسات المرتبطة دكتور بدكر تدخل الحكومة ما هو مجال تدخل السلطات للحد من هذا الارتفاع طبعاً ورقبة الأسعار ورقبة الأتمان ورقبة أسواق الجملة ولكن اليوم نتحدى المراقبة هي تدخلات جراحية يجب أن تتم اليوم بشكل دقيق وسريع على هذه المستويات ولكن يجب أن يكون مستوى آخر ألا وهو الإصلاح إصلاح سلاسل التصويق كلها ابتداء من أسواق الجملة ووصولاً إلى الموزعين الكبار ووصولاً إلى الموزعين المتوسطين والصغر إذن هذه السلسلة هي بحاجة إلى الإصلاح وإلا فسوف نضر في اجترار وإنتاج نفس المشاكل سواء هذه السنة أو السنة المقبلة أو السنة التي تاليها وهذه المشاكل تزداد مرتبطة بارتفاع الأسعار تزداد حدة كلما كانت الأزمة يمكن في السنوات الماضية أننا لم نكن نلقي بالا لهذه الإشكالية المتروحة على مستوى أسواق الجملة وسلاسل التصويق الاعتبار أن كانت الأسعار مهما ارتفعت تظل مقبولة بالنسبة لمواطن المغربي أو ترتفع فترة معينة موسميا ترتفع في نطاق معينة زلاليا اليوم نشهد أننا نتحول تدريجي إلى ارتفاعات مزمنة ومستدامة وبالتالي هذا ما دفع المطالبة بتدخل عاجل من قبل الحكومة من قبل المصالح المختصة بمرقبة الأسواق بضرورة تدخل مجلس المنافسة من مجلس المراقبة أيضا كبار الموزيع إذن اليوم يجب أن يكون هناك تدخل عاجل من قبل الحكومة على المدى القصير والقارب جدا من أجل أن الشهر رمضان لا تصل عليه إلا بضعة أسابيع اليوم ولا نريد أن يكون هناك انفجار في الأسعار خلال الشهر رمضان قد يكون لديه انعكاس أيضا على الوضع الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي في المغرب وهذا ما تمثله دعوات رئيس الحكومة إلى الوزراء بالنزول أيضا لمراقبة الوضع وأيضا لجنل الإقليمية التي كثفت من دورياتها من أجل مراقبة الأسعار كذلك والمتضرر الأساسي المتضررين المواطن وأيضا الفلاح الفلاح تقرير لأن من ربح السلسلة هم المضاربين المضارب راح مزرع ما حرط ما راقب بعد المرات حتى الموقف غف سوق الجملوي ويوزع ويبيع وينقل ما كيقدير شد الممارسة كل مبصار راحة المضاربين قد يبيع المعصول هو لا زل في حقله ويشتريه ولا زل في حقله ويحقق أرباح كبيرة إذن هذا المضارب لديه المال ويضارب بهذا المال وبطريقة لنقول غير مشروعة ولكن غير أخلاقية لنكون واقعين لأن في زمن الأزمة را بعض الممارسة حتى لو كانت في الزمن العادي مقبولة في زمن الأزمة هي غير مقبولة نهائيا واليوم نحن نعيش أزمة خانقة لجراء الحرب الأوكرانية الروسية والآثار السلبية الاقتصادية ناجم عنها ولا سواء الأعطار التي لازمنا نجترها من الأزمة الأولى الاقتصادية المرتبطة بكوفيد ولا بأزمة الجفاف اليوم إذن اليوم يكون عند المواطنين المغاربة حتى هذه المضاربين حص المواطنة ويكون عندهم واحد للحد الأدنى من الأخلاق ويراعيوا بأن هناك مستهلك راه ما قادرش يشري هذه المنتجات وهذه الخضروات بهذا الأتمان الآن نتروح أفسه ودكتورة هناك وسائل زجرية لمنع هذه المضاربات والاحتكار كذلك وأي سلوكات انسهازية تؤدي إلى هذا الارتفاع في الأسعار الحكومة لديها آلية ولكم متابعة قانونية أكيد الحكومة لديها آلية تدخل ورأينا بأنه اليوم هناك تفعيل أو دعوة لتفعيل هذه الآلية وتكون هناك مراقبة على مستوى الأسواق على مستوى المزيعين على مستوى أسواق الجملة وفي نفس الوقت هناك مجلس المنافسة الذي هو الضابط الذي يضبط مشهد الأسعار والمنافسة في المغرب لدينا قانون للمنافسة لدينا نظام قضائي يحمي المستهلك في المغرب لدينا جمعيات للمستهلكين في المغرب يجب تفعيل كل هذه الثانية لأن اليوم المواطن المغربي يعني رامي من كل القدرة الشرائية تزيد تسمد أمام هذه الوطأ لدينا تضخم المستورد الخارجي لتضخم الداخلي ونزيدوا هالموضة عربات من فوق يعني هذه الأمور لا تبقى مستحملة من طرف المغربي وكن نظن بأن اليوم هذه الخطوة هي خطوة في الاتجاه الصحيح وكنتمنى أن أعطي الأكل دي لها قبل وصول شهر رمضان طيب على سعيدة آخر دكتور هل من الممكن أن تظهر اختلالات في التوريد على مستوى دولي الترخي بضلالها على مستوى تغفر بعض المواد خصوصا هناك أزمة دولية في هذا النطاق أكيد أستاذ بطر أن نرى هذه النقطة اليوم كنتظن أن المغرب المغرب قد نجح في شيء إن فشلت فيه بقية الدول خاصة بعض الدول المجاورة ألا هو تدبر الندرة نحن في زمن الأزمة المستوردة الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية والتراب السلسل التوريد ودخلنا في ندرة المنتجات ندرة الحبوب كيفية الوصول الحبوب نحن رأينا بأن الملايين من الأطنان بقية محاصرة في الموانئة الأوكرانية وهي مكبر المزويدين رأينا كذلك الإشكالية المرتروحة بإنتاج المحصول الوطني ومع ذلك المغرب استطعت تدبير هذه الندرة عن ارتفاع الطلب أن الكليات بحثة عن الهند عن الروسية عن الأسواق في كندا وكان هناك التراب وكان رغم ذلك ظلت الأسواق المغربية تزود وبانتظام حتى على مستوى الغاز لما أقفلت الإمدادات الشرقية على المغرب والمغرب لا يتوفر على محطات الغاز لموسان يعني حصل المغرب على ما يحتاجه من حاجيته وظل الغاز مستقرا إلى حدود اليوم لما يرشى ترتفاعا في أسعاره حتى الكهرباء ليست ترتفع في الأسعار من الأشياء التي تحسب للحكومة الحالية أو للحكومة السابقة لكي لا نغطي ولكن اليوم نتحدث على أن تدبير الندرة إن كان ناجحا بالنسبة للحكومة فعلى مستوى الأسعار كان هناك خلل وأظن أن مستوى تدرك الأسعار اليوم في إطار المحددات الداخلية أظن بأن هذه خطوة اليوم الاجتماع واتخاذ هذه الإجراءات في التجاه الصحيح وكان نظن ماشي خدوة التجاهات فقط على الجانب الزجري وجانب تشديد المراقبة كان هناك إجراءات أخرى على مستوى تزويد السوق مثلا استيراد لأننا كانت أزماء على مستوى اللحوم هناك فتح الباب أمام استيراد أكثر من 200 ألف رأس لتزويد السوق الداخلي في انتظار زوال هذه الإزمة وأن يكون لدينا واحد الموسم فلاحي جيد وأن أسعار أعلى في المخافضة تم إلغاء الطيفية قريبا طيفية المزعين ومنتج اللحوم والألبان في المغرب لأن اليوم هذا ليس فقط احتفش لكن نقول بأن الحكومة رأى عليها المسؤولية الكبرى ولكن يرى مسؤولية كذلك بقية الفاعلين في القطاعات الأخرى للألبان للبيض للدواجين وتخصد الحل يتخذ أو الحلول تتخذ طريقة تشاركية اليوم نحن محتاجين أن تكون هناك تدخلات جراحية دقيقة وسريعة ولكن رأى بفهم الإصلاح يجب أن يكون مفهوم تشاركي ومستدام لأنه لا يجب أن هذه الأزمة تكرر بهذا النوع وبهذا الحدة وضمن مفهوم المواطنة لأن السلوك المواطن كذلك في التجارة وفي توريد المواد هو أيضا مهم في هذا السياق أكيد متفق معك تماما أستاذ بدر لأن اليوم نحن في فترة حاري جاشري مع المستوى الدولي وبالتالي وإن كان تقريص هامش الربح مؤقتا بالنسبة لبعض الشركات أشياء قلت لك بأن بعض الأشياء التي كانت مقبولة في الزمن العادي هي اليوم غير مقبولة على الأقل على المستوى الأخلاقي ممكن القانون يسمح لك أنك ترفع الأسعار لأننا في اقتصاد حر في اقتصاد لا عندنا حدود مغير المواد التي هي منظمة بين السلوك قانوني والتي يحدد هواء ليس الربح فيها ويحدد الأسعار بقية الأسعار ينفتوحها الطلب والعرض ولكن كنت تكلم نحن في زمن الأزماء أراها كنتمنى أن هذي الفائل الاقتصادين الموريدين يأخذوا بايد الاعتبار هذي رأي ماشي وقت نرفعها ومش الأربح هذا الوقت اللي قسي نضبط فيها ومش الأربح ونبين على روح المواطنة على العموم هناك يعني دعوة إلى خفض هذه الأسعار وهناك أيضا ترقب لرجوع أسعار بعض المواد إلى مستوى العادي والمعقول خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة الدكتور بدرزي الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد شكرا لكم على الحضور معنا في ضيف صباح أما أنتم مشاهدين فنشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء